السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في أضواء وفي ملفنا الأول نتناول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد الشهداء جراء العدوان على القطاع تجاوز 23 ألف قتيل مع ثمانية آلاف في عداد المفقودين القصف عنيف على مناطق القطاع يزداد فيما يتفاقم الوضع الصحي والإنساني بشكل مثير للقلق مضطر حوالي مليوني شخص للنزوح القصري من منازلهم لينتهوا في خيام لا تتوفر على الحد الأدنى للعيش هذا وتدور معارك دامية في خان يونس التي يدعي الاحتلال بأنها معقل قيادة القسام إلى ذلك أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد قادته بقصف إسرائيلي على سيارته جنوب لبنان يأتي هذا التصعيد تزامنا مع توعد جماعة أنصار الله بالرد على قتل الولايات المتحدة لعشرة من عناصرهم دبلوماسيا يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة في المنطقة هي الرابعة له منذ اندلاع العدوان يبحث بلينكين مستقبل غزة وكذلك عمليات الاحتلال في قطاع غزة وكذلك منع اتساع القتال إلى لبنان أرحب معي هنا في الأستوديو بالكاتب والإعلامي أستاذ محمد أمين أهلا بك أستاذ محمد الآن ونحن نتحدث هناك عشرات الصواريخ تطلقها كتاب القسام على مدينة تل أبي يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه المتحدث العسكري الإسرائيلي بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ مرحلة أقل تصعيدا في قطاع غزة كيف تقرأ الواقع الميداني على الأرض في قطاع غزة والعمليات الكثيرة التي قام بها الاحتلال اليوم والقصف العنيف وما يدعيها الاحتلال بأنه بدأ مرحلة ثالثة أقل عنفا شكرا جزيلا جمال طبعا هذه الصواريخ التي تسقط الآن على تل أبيب هي تأكيد ودليل جديد على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية وعلى تعثر عملياتها وعلى عدم قدرتها على حسب البعارك لأنه اليوم في اليوم الأربعة وتسعين من هذه الحرب الوحشية الهمجية البربرية قالت إسرائيل أنها تهدف إلى تدبير قدرات المقاوبة والقضاء على حباس والحقيقة أنا برأي أنها غيرت هدفها من القضاء على حباس بعد فشلها في ذلك إلى محاولتها القضاء على قطاع غزة وإبادة السكان وإبادة القطاع والانتقام من البدريين وهذا الذي يجريه عفوا بالنسبة للصواريخ إلى أي ماذا هي رسالة ربما سياسية من حماس أكثر منها محاولة لإيقاع ضرر من خلال هذه الصواريخ لأن عدد الصواريخ هو قليل نسبيا شوف هذه رسالة واضحة أنها أرسلت لمن يهمه الأمر هم الأمريكيون وهناك برأي قناعة بدأت تتولد أو وصل الأمريكيون لقناعة بأن إسرائيل رغم المهل الزمنية اللامحدودة قالوا أسبوعين أعطوهم شهر شهرين ثلاثة إلا أنهم باتت تتولد قناعات وتقديرات للاستخبارات الأمريكية وتقديرات للبيت الأبيض بأن إسرائيل رغم كل هذه المهل والضوء الأخضر والدعم اللوجستي والمادي والاستخباراتي إلا أنها يبدو أنها لن تنجح في القضاء على حماس وتحقيق الأهداف العسكرية ألا بدأ رأيي أن الأمريكان لديهم قناعة بأن العملية العسكرية تعثرت وبالتالي هم يريدون الولوج إلى مرحلة أخرى لإخراج إسرائيل من أزمتها ولإخراج إسرائيل من هذه الحالة ما هو شكل هذه المرحلة الجديدة برأيك؟ شوفوا جبال الإسرائيليين عندما يقولون بدأنا مرحلة ثالثة يجب علينا أن لا نطمئن لأن المرحلة الثانية كانت أشد قسوة وأكثر عنفا وإجراما وتدميرا وقتلا من المرحلة الأولى اللي هم يقولوا بدأنا مرحلة ثالثة فيه هناك معنيان للمرحلة الثالثة الأمريكان يريدون عمليات أكثر تركيزا تستهدف أفراد ومؤسسات بعينها يحاولون إقناع إسرائيل بذلك إلا أن إسرائيل في المرحلة الثالثة أنا بالرأيي ربما تذهب إلى تصعيد أكبر من المرحلة الثانية عملية قصف عشوائي أكثر وهي الآن تتحدث عن قصف رفح ماذا يعني قصف رفح؟ هناك مليون وثلاثبائة ألف فلسطيني متكدسين في رفح فعندما تبدأ إسرائيل بشن عملية عسكرية وقصف جوي في المرحلة الثالثة معناها أضرار مدنية أكثر لأن الناس متكدسين لماذا إذن تتحدث إسرائيل اليوم أن عملياتها في شمال قطاع غزة قد قلت؟ لا هي مش قلت هو أول شيء أن هناك عمل ممنهج إسرائيلي له علاقة بدفع الناس نحو الرحيل إلى التهجير القصري في شمال غزة أصلا مضلش مدنيين يعني باقي بعض الناس والباقي رحلوا مضطرين تحت القصف ولكن هي تريد إحداث دمار في كل مناطق القطاع وبالتالي هي الآن تركز على الجنوب لماذا؟ لأنه هي دفعت الناس للهجرة لخانيونس ثم التكدس في رفح ثم قالت لهم وحتى أنا لدي شهادات لبعض الفلسطينيين الذين اتصلت بهم اتصل بهم ناطقون باسم جيش الاحتلاء طالبهم الرحيل من محيط من وسط المدينة إلى دير البلح ثم رحلوا إلى دير البلح فلاحقوهم إلى دير البلح ثم الآن يتصلوا بهم مرة أخرى يقول لهم إذهبوا إلى رفح وقبل ساعات جمال كان هناك قصف في رفح أنا ما أريد أن أقوله أنه ينبغي على الفلسطينيين أولاً والعالم أنه يعلم بأن ما يجري الآن هو مخطط إسرائيلي متكامل لتهجير قصري القصف بعد يومين أو ثلاثة سيتركز في رفح وهي المحادية للحدود المصرية لا مازالت إسرائيل تراهن على مسألة إنجاز واحد تحقيق إنجاز واحد هو حرق قطاع غزة وهي نجحت في ذلك ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة نحوها يعني خفض العمليات في شمال قطاع غزة هل مرده لأن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم شمال غزة ولم يعد هناك أي مباني يريد أن يدمرها في الشمال وينتقل الآن لتدمير الوسط والجنوب بالضبط هو إيش هي الأهداف جمال؟ هذا سؤال جيد الأهداف كانت المدارس المستشفيات وأماكن تجمع المدنيين إسرائيل هذا دمرته بالكامل الآن شمال قطاع غزة 70% منه مدمر لم تبقى أهداف يعني إسرائيلي عندما يريدون استهداف البنية التحتية في شمال غزة لم يقبضها تحتية وبالتالي هم ينتقلون من تدمير شمال القطاع إلى تدمير الجنوب وهذه خطة اليمين المتطرف وهذه تصريحات إثمار ابن كفير وتصريحات نتنياهو واسموترش يقولون ابن كفير قال قبل يومين أنه عندما تنتهي الحرب فيخرج الفلسطينيون سيكتشفون أنه لا يوجد غزة وهذا سيدفعهم إلى الهجرة هذه الحكومة اليمينية المتفرفة تدفع بهذا الاتجاه وأنا برأيي لهم في عقدة في مسألة في إسرائيل اسمها بن يمين نتنياهو لا الأمريكان يستطيعون إزاحة من رئاسة الحكومة ولا هم يستطيعون أن يضغطوا عليه وهناك اختطاف للقرار الأمريكي من قبل بن يمين نتنياهو أشرك معي في هذا النقاش دكتور أشرف عكام من رمالة الباحث في العلاقات الدولية دكتور أشرف إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مسعاها لخفض التصعيد في قطاع غزة في جولة بلينكين الحالية أعتقد بأنها جادة لأن طبيعة المطالب الأمريكية والأجندة الأمريكية كذلك والمصالح الأستراتيجية الأمريكية في المنطقة بما فيها التواجد العسل يحتاج إلى وقف إطلاق النار وأعتقد ما سمع بلينكين من المنطقة الكل يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الثوري والعاجل بدون أي قيد أو شر وعندما نسمع عن طبيعة الخلافات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة بهذا الاتجاه وخاصة أن بلينكين طلب من الدوحة من إسرائيل ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية وهي عمليات أقل كتافة ويعني بالضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المقتوضة والمناطق السكانية ولكن الموقف الأمريكي ما زال قاصرا وعند حد وقف إطلاق النار ما زال دون ذلك البحث عن تغيير المصطلحات بخفض التصعيد إلى أي مدى تعتقد بأن هذا هو مطلب عربي دعني أقول هناك ثلاث قضايا أساسية في جوهرها عمليا الضغط الجدي على إسرائيل ولكن دون أن يعلن ذلك صحيح وهناك تغير في الموقف الأمريكي وطلب من الإسرائيلي اليوم ضرورة عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال الذين هجروا منها على الاعتبار أن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه قد أنهى العمليات العسكرية هناك وأضف إلى ذلك وطلب بشكل واضح بضرورة تعجيل إدخال المساعدات العسكرية هذا كله يبدو أن الأمريكي يصطدم عمليا بواقع جدي مع نتنياهو بالتحديد ويبدو أن العمليات الداخلية الإسرائيلية تشي بأن أيدي أمريكية بدأت تتحرك تجاه تغيير نتنياهو وواضح تماما أن هناك انزعاج واضح من نتنياهو من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية وشهر العسل بين من يمين نتنياهو وبايدن قد انتهى من وجهة نظري وكنت تحتفت عن ذلك منذ مدة ولكن طبيعة العلاقة الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية الأمريكية بما له علاقة بإسرائيل ووجودها وفيانها تستدعي عدم الدخول في مواجهة مباشرة عبر الإعلام مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي ينزعج منها بايدن بشكل أو بآخر وهناك مشموعة من المؤشرات كما قلنا الداخلية يعني على أن هناك خلافات بين المستوى العسكري من جهة والمستوى العسكرية من جهة خاصة بالأقفال القريبة من الولايات المتحدة بنجاز عسكرات وغيرهم وحتى مع إجلانات ومستوى العسكري هذا واضح دكتور أجغاف دعني أسأل ضيفي هنا حول الهدف المعلن لزيارة بايدن منع التصعيد خفض التصعيد عفوا ومنع اتساع الحرب خارج قطاع غزة إلى أي مدى ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية بداية حول خفض التصعيد هي جادة بخفض التصعيد ولكنها في الوقت نفسه لم ترتقي لمسألة وقف إطلاق النار ألا وهي أصبحت المطلب الدولي شوف جمال أنا رقبت المؤتمر الصحفي لبلينكين بالأمس بالدوحة لم يذكر نهائيا وقف إطلاق النار لم يتحدث عن ذلك رقم اثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خط أحمر واحد وهو عدم توسع رقعة الصراع وبالتالي هي ليس لديها مشكلة في استمرار الحرب بل هي تضع فيتو على وقف الحرب وتدعم الحرب المستمرة على قطاع غزة لكنها تريد فقط ضمان عدم توسع الحرب في الإقليم لأنها في هذه اللحظة ليست جاهزة لإسناد إسرائيل فيما لو اندلعت حرب إقليمية لكن السؤال هل تستطيع أمريكا منع اندلاع حرب في المنطق؟ أنا برأيي لا لأنه نتنياهو إذا قرر خلال ساعات سيكون ذهب وقصف بيروت أو أدخل المنطقة في حرب إقليمية وبالتالي برأيي أنه نتنياهو لا يكترث حتى للضغوط الأمريكية ولا للخطوط الحمرة الأمريكية الأمريكيان طالبوه بعدم دخول المستشفيات دخل المستشفيات اشتاحها نصحوه بعدم توغل برية نصحوه بتقليل عاد المدنيين زاد عدد قتل المدنيين لو أستداف قائد ميداني اليوم في حزب الأعلى أعتبره استفزازا إسرائيليا؟ نعم وهذا أنا برأيي أنه نتنياهو لديه خيار واحد من أجل مصلحته الشخصية ومن أجل البقاء في الكرسي هو الدفع باتجاه حرب إقليمية طويلة وحتى فتح جبهة مع لبنان وحتى مع إيران والأمريكان يحاولون عبر زيارة بلينكين ترشيد نتنياهو ومحاولة الضغط لوضع حد لتدهور الأوضاع نحو حرب إقليمية وزيارة بلينكين بلينكين يأتي للمنطقة بعد كما قلت أكد من أن العملية العسكرية تتم دون أهداف سياسية وفشلت في تحقيق أهدافها فهو يريد أن يحاول إنزال إسرائيل عن الشجرة لكن بما لا يظهر إسرائيل بأنها هزمت لأنه أي وقف لإطلاق النار الآن معناها أن إسرائيل هزمت بلينكين يأتي للوصول لنوع من تغيير شكل الحرب وأيضا إطلاق المخطوفين والضغط بالأجل إطلاق المخطوفين هذا ما يهم بلينكين ما بهموش 2 مليون ناس من الفلسطينين يموتون أو يتعرضون لإبادة جماعية بالعكس أمريكا أصلا ترفض الإقرار بين هناك إبادة جماعية وتستعمل نفوذها لمنع الدول من الذهاب لمحكمة العدل الدولية وبالتالي الأمريكان فقط يريدون خفض التصعيد لا يريدون حربا إقليمية ويريدون حلحلة بعض الملفات بما لا يؤدي إلى انفجار الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل دكتور أشرف إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي التقى مفوضه اليوم جوزيب بوريل بلينكين في السعودية لبحث منع اتساع التصعيد إلى أي مدى هذان الطرفان يقومان بالعوامل التي فعلا تمنع التصعيد أم أن الحديث هو فقط مع الدول العربية واليمن ولبنان يعني دعني أقول هناك نشاط دبلوماسي أمريكي أوروبي فرنسي لحد ما في هذه المنطقة من أجل وقف التصعيد لأن التصعيد يعني بالضرورة تهديد الوجود الاستراتيجي الأمني والعسكري للمنطقة ككل بما فيها الوجود الأمريكي في هذه المنطقة ودعني أقول الولايات المتحدة لا تريد التورط أكثر في هذا الصراع أعتقد عندما كذب نتنياهو على الإدارة الأمريكية بأن جيشه وهو قادرين على إنجاز يعني انتصار استراتيجي على المقاومة الفلسطينية قبل لحظات المقاومة الفلسطينية تطلق فواريخ إلى منطقة الأبيب الكبرى ويبدو أن هذه القدرة للمقاومة والبسالة والصمود وصمود شعبنا يبين عجز الجيش الإسرائيلي وفشلوا الاستراتيجي والتكتيكي ولا يتم الحديث حتى اليوم إلا عن تلك التموضوعات والانسحابات المختلفة من قطاع غزة أنه فشل وبتقديري الأمريكي الأوروبي الآن يحاول أن يأتي في إطار صفقة إقليمية شاملة لأنه على مستوى قطاع غزة لا يريد كما قال ضيف الكريم أن إسرائيل تظهر بمظهر المهزوم والمهزوم ليس فقط في المعنى التكتيكي والآني خاصة أن المقاومة بهذا المعنى قد انتصرت ولكن بالمعنى الاستراتيجي تريد الولايات المتحدة الحفاظ على إسرائيل وعلى شكلها وهي نعم تصطدم بطموحات نتنياهو وأهدافه وغايةه وخوفه ما الذي يبحث دكتور أشرف قليل من المعلومات ترد وكثير من الشكوك حول نية واشنطن فعلا بوجود حل نهائي للوضع في قطاع غزة وهي تتردد بوقف إطلاق النار أو إجبار نتنياهو على وقف إطلاق النار الذي أصبح أصلا مطلبا شعبيا أمريكيا نعم دعني أقول ما يطرح الأمريكي مجموعة من القضايا لها علاقة بالسلطة شكل السلطة مدمونها جوهرها بما يؤهل ذلك مرحل انتقالي لحل الموضوع في قطاع غزة وهناك حديث على أن أعطي لحماس مجال أن تنسب خمس وزراء في حكومة التكنقراط المرتقبة هناك سطاة تطبخ يعني وحديث طويل عريض وهناك مقترحات أمريكية تقدم للعديد من الوسطاء وبعض الدول الأقليمية أضف إلى ذلك الملفات الأقليمية العالفة من أنهم فأعلاقة بتطبيقة القرصة المعطاش صفر واحد وخوف اليهود والمستوطنين والجيش الإسرائيلي من عودة ما يسمى مستوطنات شمال لبنان هؤلاء حتى اللحظة يعيشوا من هوس وخوف وبالتالي يريدوا أن يبعدوا حزب الله عطا إلى مبعد الليطاني بعمق 30 إلى 40 كيلومتر هذا كله يحتاج إلى تسويات كبرى ولكن هذا كله دكتور أشرف بالتأكيد يحتاج إلى مدد طويلة جدا يحتاج إلى أزمان هل يحتمل للوضع في قطاع غزة كل هذه المدد للتوصل لتسوية نهائية للوضع دعني أقول لماذا يأتي إلى اليونان وتركيا وأجاء إلى اليونان وتركيا ويزور كل الدول العربية هذا كله يبين أن هناك صقة جيوستراتيجية أمنية اقتصادية غاز بحر شرق المتوسط ونحن نعلم التقاطعات بين مصر وإسرائيل واليونان في موضوع ترسيم الحدود البحرية بهذا الاتجاه وأمريكي يعلم تماما أن هناك مصالح لإيران الدور الروسي الصيني الموجود بالمنطقة وبالتالي هو يخشى كذلك من أن التقارب الصيني الإيراني السعودي الخريجي بشكل أو بآخر أن يضي إلى حالات أخرى على مستوى حتى يعني أعلاقات مصرية إيرانية بهذا الاتجاه وبالتالي هو يريد أن يشكل نظام إقليمي في المنطقة مبني على تلك التوازنات الحساسة والمصالح الدقيقة لكل الأقراض بما فيها وجوده وأمن إسرائيل وهو يعلم أن التهديدات الكبرى والقدرات الفائقة للمقاومة ولمحور المقاومة ولمقاومة الفتصينية بالتحديث في قطاع غزة تستطيع بالضرورة إرباك الحسابات الأمريكية الإسرائيلية والولايات المتحدة تعيش مجموعة من الأزمات والهزائم الاستراتيجية على جبهة أوكراريا من جهة على جبهة اقتصاد والسلاح العالمي من جهة أخرى في سعرها مع الصين وهناك توترات أخرى إضافة لتلك التفاعلات الداخلية التي بدأت تضر بمستقبل وفرص بايدن في الانتخابات الأمريكية طيب إبقى معي دكتور أشرف أستشرافيا واستراتيجيا لكن الآن آنيا بلينكين ما الذي تعتقد أنه جاء من أجله في السعودية ودول الخليج من أجل بحثه أو إنجازه بتقديري بالدرجة الأولى العنوان الأبرز على أجندة بلينكين في المنطقة هو منع التصعيد أو ما يسمى التدحر هو حرب إقليمية هو يستشعر من خلال سياسات نتنياهو والاختيالات التي قام فيها والتقدير لديهم بأن نتنياهو يدفع باتجاه تفجير الأوضاع والذهاب باتجاه حرب إقليمية هم يريدون وقف ذلك رقم 2 واضح أنا برأيي أنه هناك قناعة أمريكية بأن الحمل العسكرية الإسرائيلية قد فشلت في تحقيق أهداف وهناك قناعة أمريكية بأن نتنياهو ليس لديه رؤية لما بعد الحرب يعني لا يوجد لديه أي خطة ولا أي رؤية ولا أي يعني يعني خطة لما بعد الحرب وخاصة هو مسكون بشيء واحد فقط هو البقاء في منصبه وبالتالي هو يعني يعني قد يعرقل أي خطة أمريكية قادرة لأي تسجيل؟ هناك فصل أنا برأيي بين نتنياهو بين يعني إسرائيل أمريكا تريد أن تحافظ على إسرائيل وعلى تفوقها وعلى وجودها وتريد أن يعني تضمن بأنه مرحلة بعد الحرب لن تكون هناك لن يكون هناك تأتي تهديد لإسرائيل وأمريكا برقبتية أكثر من يعني بن يمين نتنياهو وهي تقرأ بأنه ثلاث شهور لم يتم إنجاز هذا الهدف فعلينا أن نتعامل مع الواقع من سيدير القطاع الآن؟ كيف سيتم إعادة برة أخرى القطاع غزة إلى ما قبل الحرب؟ ولكن حتى في هذا الجانب بن يمين نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية صحيح وبالتأكيد هو يريد القطاع على حماس ولا يريد حماس نهائيا الولايات المتحدة الأمريكية كانت في البداية تريد عودة السلطة ثم تساوقت مع مطلب نتنياهو وقالت نريد سلطة جديدة تجديد السلطة إلى أي مدى السؤال؟ تتساوق الولايات المتحدة بالنهاية مع مطالب نتنياهو وليس مصالح لا دولة الاحتلال أو مصالح واشنطن شوف حتى هذه اللحظة للأسف الشديد كلما وضعت أمريكا خطة أحمر نزلت عنه وتساوقت مع بن يمين نتنياهو لكن أظن الآن أنه هناك تغير لأنه واضح واضح بأنه نتنياهو ليس لديه أي إجابة على أي سؤال يعني لمرحلة بعد الحرب بما معنى أن الرجل ليس لا يريد حماس ولا يريد فتح لا يريد سلطة ولا يريد أحد أيضا رقم اثنين أنه لا يقول للأمريكيين ما الذي سيقوم بفعله في اليوم التالي بعد الحرب رقم ثلاثة أنه لا يريد مفاوضات وبنفس الوقت يريد استعادة الأسرة رقم فواضح وتحدث عن التهجير واضح هو لديه هو أول شيء يعني لديه محددين في سياسته والأمريكان بظن وصلوا لهذه القناعة أول شيء هو البحث عن مصرحة الشخصية والبقاء في الكرسي وهذا لا يمكن يتأتى إلا عبر إطالة أمد الحرب ورقم اثنين وهو أنه مخطوف ورهين لليمين المتطرف أنا برأي أنه هناك خلاف أيضا بين أمريكا وبين إسرائيل أمريكا لديها يعني قناعة بأنه مرحلة ما بعد الحرب المؤهل لحكم قطاع غزة هو السلطة الفلسطينية عبر ضمانات وعبر مجموعة من الوسطى أيضا لديها قناعة بأنه مرحلة القضاء على الفصائل وعلى المقاومة وعلى حماس أصبحت غير ممكنة وتبين بأنها فشلة فخلينا نتعامل مع الواقع الآن الأمريكان يتعاملون مع غزة ما بعد الحرب على أن حماس موجودة والمقاومة موجودة والفصائل موجودة يريدون الوصول إلى مقاربة ما إلى شكل حكومة ما لتدير المرحلة تخفف من تأثير وقوة الفصائل المقاومة وتحاصر المقاومة لكن مع التعامل مع الوضع القائم على الأرض وهذا نتنياهو لا يريد أن يبحثه وبالتالي أنا بشارك الدكتور بأنه هناك يعني مباحثات وهناك دفع مع الأطراف الإقليمية مثلا تركيا ولماذا يذهب بالإنكليل إلى تركيا وقبرص وقطر هذه كلهم أطراف سيكون لهم دور في مرحلتنا بعد القطاع ويعتقدون بأنه يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية حيث أن نتائج الحرب لم تحقق أهدافها والمقاومة واضح أنها باقية وأيضا التهجير لم ينجح حتى الأمريكان جمال ما عندهم إشكال في موضوع التهجير لو نجح نتنياهو في تهجير كل سكان قطاع غزة أو قتل كل سكان غزة بلينكين سيكون مبسوط جدا وما عنده مشكلة لكن المشكلة أنه أعطوه فرص زمنية ولم ينجز واليوم الولايات التحدة الأمريكية في العالم تبدو هي الوحيدة في هذه الكرة الأرضية التي لا تريد للحرب أن تتوقف والتي تضع فيتو لمصلحة إسرائيل وبالتالي تريد أن تقول إسرائيل أنه فعلنا كل شيء فالآن جاء وقت أن تستمعوا لنا الآن لتطبيق ذلك دكتور أشرف لخفض التصعيد الدول العربية التي يزورها بلينكين ما دورها في مخطط ما بعد غزة وأقصد الدول العربية التي زارها الأردن الدوحة وكذلك الرياض يعني في دول سيكون لها دور الضامن ودول سيكون لها دور المو المبعدة هذه الحرب وعلى كما تضع غزة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى مليارات تضف إلى ذلك يعني تداعيات الحرب الدائرة الآن السياسية الأممية الاقتصادية على دول هذه المنطقة تداعيات كبرى الكل بدأ يعاني والكل يريد الدخول وينزلك إلى تلك الحرب سيكون هناك أدوار للأردن تأثيرها المباشرة على الضفة الغربية ومصر تأثيرها المباشرة على قطع غزة حمس ترتبط العلاقات قوية مع محور تركيا قطر بهذا الاتجاه وباقي الأطراف الأخرى تدعم وتساند لما له علاقة بالسلام والأمن والاستقرار الإقليمي وبالتالي أي نظام إقليمي أي منظومة إقليمية يجب أن يكون في إطار التفاهمات يعني السعودية والإمارات هناك حرب اليمن هذا يعني تسوية بما له علاقة باللبنان يحتاج إلى إيران يحتاج وكل الأطراف الإقليمية والقوى الإقليمية لديها مصالح الإقتصادية الأمنية الديوستراتيجية كما كنا بهذا الاتجاه وسيكون لها أدوار أضف إلى ذلك الموضوع الاستقرار الوضع وحل القضية الفلسطينية يبدو أن التفكير في إطار الحل الإقليمي الأشمن لتصفير كل الصراعات هذا تسوء طبعا وهي أطروحات وهذه أطروحات يسق قدرا دعني أقوله بشكل واضح نحن نحلل ما يجري وما يتم عمليا من التفكير به أمريكيا وحتى في إطار تلك الحوارات واللقاءات لكن بالنسبة لليمن اليمن تحديدا اليمن الآن يبدو بأنها المشكلة المؤرقة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وربما حتى للعالم لتأثير ذلك على التجارة البحرية في العالم كثير من المصادر تتحدث أن 20% من التجارة البحرية حول العالم تأثرت باستهداف أنصار الله للسفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال إلى أي مدى تعتقد بأن الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الضغط على جماعة أنصار الله لتغيير اتجاههم في استهداف هذه السفن دعني أقوله بشكل واضح أن هذه الجماعة دخلت من أجل دعموا إسناد الحق الفلسطيني ما الذي يجبرهم على تغيير اتجاههم ودعني أذهب أبعد هناك من بعض المراقبين الاقتصاديين قالوا أن هذه الهجمات تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي فتشكل ضربة حقيقية إلى أزمة اقتصادية عالمية بهذا الاتجاه إذا ما استمرت هذه التهديدات وازدادت يعني مساحة التهديد خاصة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا حاولوا تشكيل يعني اتلاف وبدو هذا التحالف الدولي قد فشل حتى هذه اللقبة أعتقد لا يمكن تغيير الاتجاهات لأن مصالح الأطراف الآن دور الأطراف بما فيها يعني اليمن ليس محور بحد ذاته ويتحدث عن محور له علاقة بالعراق وإيران وبعض الأطراف الفلسطينية ويبدو أن هذا المحور لديه ليس أقول تنسيق استراتيجي ولكن له رؤية استراتيجية ومشتركة تجاه كل ما يحدث الآن في المنطقة ودخلت هذه الجبهات خلال يومين الماضيين يعني صار هناك دور ملفت للجماعات العراقية المسلحة الحجر الشعبي وغيرهم والرسائل التي أوصلوها بالنار عبر الطائرات والصواريخ يبدو أنها تؤشر بأن قز الأطراف لن تقبل إلا بتلك التسوية الكبرى والتصعيد باتجاه لبنان ينذر بشكل واضح أننا أمام أيام وساعات تتفارق في تطور هذا الصراع ما لم يأتي الأمريكي الأوروبي الفرنسي يبدو أن فرنسا كذلك غالطت على التصريحات الإسرائيلية وهاجمت وانتقدت يعني تصريحات الوزراء المتطرفين في إسرائيل الذين يدعونا إلى التهجير إلى المستقبل المنطقة شوف يعني أقول المنطقة والعالم لا يتحمل فتح جبه جديد وتحديدا أن بولايات المتحدة والقوة الفاعلة الإسرائيلية بهذا الاتجاه ويبدو أن المعدل الأساسي الآن كيف تفعل الولايات المتحدة أدواتها الداخلية في إسرائيل وأوراق الضغط الآن على نتنياهو لأن نتخلص من نتنياهو وكما كنا المعدل الأساسي كيف تتخلص من نتنياهو في ظل هذه الحرب الدائرة في إطار يعني تسوية تلك المصالح الإسراتيجية واعتبارات إسرائيل الداخلية بهذا الاتجاه شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية دكتور أشرف عكا كنت معي من رام الله محمد اليمن أنصار الله يتوعدون الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل تسعة عشرة من عناصرهم على يد الولايات المتحدة هل تتوقع بأن ردهم سيطول رد الحوثيين أرى الحوثيين حسموا أمرهم وما قاموا به في إسناد الشعب الفلسطيني وفي إسناد المقاومة في فلسطين وفي منع فكرة استفراد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بقطاع غزة فحقيقة فعل الوحيد الذي أحدث يعني انقلابا في البعادلة وأحدث فجأة وصدبة الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها وأربك الحسابات الدولية والحقيقة أن أمريكا لا تفهم لا لغة الأخلاق ولا لغة الإنسانية ولا هي معنية لا قيمة لحياة أي شخص في قطاع غزة ولا حتى في العالم العربي وجزء هذا السؤال جاي جزء من جولة بلينكين وقدومه للمنطقة هو أنه تفاجأ بأن الحوثيين قاموا بهذا الفعل وأنهم مستمرون فيه وأنهم قادرون على يعني الاستمرار في أستاذ الشعب الفلسطيني أول شيء هناك أزبع في البحر الأحمر هناك إرباك للتجارة الدولية تكاليف النقل البحري زادت بنسبة 200% عمليات الشحن أكثر من 10 أضعاف هناك تململ حتى من الأوروبيين يعني من الأوروبيين إذن هؤلاء ما الذي سيمنعهم عن استمرار هذا الخط إذا كان العدوان مستمرا في الوقت الذي تقول إيران أن حلفائي في محور المقاومة ينسقون معي لكنهم لا يأتمرون بأوامري هو واضح أنه فيه قرار في الحلفاء إيران أو محور المقاومة باستمرار المشاركة في هذه المعركة حتى وقف العدوان على قطاع غزة يعني حتى حزب الله اليوم قال بأنه لا مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو يرد على نتنياهو لأن نتنياهو نفسه قال أنه نحن نفضل أن نصل إلى حلول سياسية وبدلا من الذهاب نحو حرب وبالتالي إذن حزب الله يرد بأنه لا يريد ولا يوجد كلام ولا يمكن أنه يبدأ مفاوضات عن الشكل أو عن وصول إلى تهدئة أو عن عادة ترتيب الأوضاع في جنوب لبنان إلا بعد وقف إطلاق النار الحوثيون يقولون صباح مساء أنه نحن مستمرون في ما نقوم به في منع سفن الإسرائيلية وفي منع السفن التي تسلل إسرائيل وفي إرباك البحر الأحمر إلى أن تتوقف الحرب على قطاع غزة رقم ثلاثة الأمريكان فشلوا فشلا دريعا في تشكيل تحالف فاعل وحقيقي لمواجهة الحوثيين ورقم أربعة أنه يعني الحوثيين يشعروا بأنهم عبر هذا الفعل يكسبوا شرعية ويقفون وقفة حقيقية ووطنية وتاريخية جمال إذا بدك مع الشعب الفلسطيني وهم الوحيدين الذين يقفون اليوم مع الشعب الفلسطيني والحقيقة أنه خلينا أيضا ندخل على الأمة العربية والإسلامية وهنا وهنا نسمح لي أنا أسألك لأي مدى يعري موقف أنصار الله الموقف العربي الرسمي وإلى أي مدى يكشف التخاذل العربي ويظهر أن هؤلاء بما لديهم من أوراق قوة استطاعوا تغيير المعادلة فيما عجزت كل الدول العربية عن فعل أي شيء ومش عري جمال الحوثيين عروا الأمة العربية الشعوب الحكومات لا أقول الشعوب عفوا الحوثيون عروا الأنظمة العربية والحكام العرب كما يقال ربي كما خلقتني الحكام العرب الآن مكشوفين تماما ومكشوفين بأنهم ليسوا عاجزين وإنما متواطئين ومكشوف بأنهم جزء من الحرب على قطاع غزة ومكشوف بأنهم يقومون بإسناد إسرائيل ومكشوف أنهم يريدون أن ينهوا قطاع غزة وواضح أنهم يحلمون بأن يستيقضوا ثاني يوم ولا يجدوا قطاع غزة وواضح أنهم يشاركون شارون في حلمه اللي كان قبل من 2005 عندما قال آمل أن أصحوا ولا أجد قطاع غزة السؤال هو المركزي ماذا فعلت قطاع ماذا فعل الغزيون للأمة العربية والإسلامية الحكومات العربية والأنظمة العربية حتى نفصل بين الشعوب والأنظمة قطاع غزة يخوض معركة ضد العدو والمهدد الأمن الاستراتيجي رقم واحد للأمن القومي العربي دين قطاع غزة يدافع عن القدس والمقدسات وحتى طفال الأخصى عندما انطلقت قالوا أن هذه للرد على عربدة الإسرائيليين في المسجد الأخصى مسجد الأخصى هو لكل الأمة العربية والإسلامية رقم ثلاثة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تطلق رصاصة واحدة لا في شوارع عمان ولا في شوارع بيروت ولا في شوارع الرياض ولا في الإمارات ومعركتها واضحة منذ اليوم الأول أنها مع الاحتلال الإسرائيلي رقم ثلاثة أن الدول التي تختار التطبيع مع إسرائيل هي نفسها تقول أنها متحالفة مع إسرائيل وأنها جزء من المعادلة الإسرائيلية إذن عندما نقول أن هناك جزء من الأنظمة متحالفة مع إسرائيل أنا لا أقول ذلك أتهم ذلك هم أعلنوا ذلك ووقعوا اتفاقيات وبالتالي هؤلاء كلهم يشعرون وأنا أريد أن لا أطمئنهم بأن هذه المعركة عندما تنتهي ستنتهي اليوم أو بعد أسبوع لن تنتهي المقاومة في قطاع غزة لأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عندها حاضنة ولأن هذا خيار الشعب الفلسطيني ولأن إسرائيل التي يحتمون بها تلك الأنظمة تحتني بإسرائيل هي على مدار 94 يوم فشلت في القطاع على مقاومة محاصرة وعلى شعب فلسطيني محاصر وعلى أطفال ونساء وعلى شيوخ يخرجون من تحت الأنقاض ويهتفون للمقاومة وهذا كله لا يعري إسرائيل هو عرّ إسرائيل وعرّ تلك الأنظمة السؤال الآن هو إلى أي مدى ستصمت هذه الشعوب على تلك الأنظمة وقد اختضح يعني خيانتها باتت على عينك يا تاجر كما يقال باللغة العالمية شكرا جزيلا لك الكاتب والإعلامي محمد أمين